مع توصل العلماء حول العالم إلى لقاحات ضد فيروس كورونا وبدء الدول بتطعيم مواطنيها، لا يزال العراق متأخراً عن الركب، إذ لم تصل حتى الآن أي جرعة للقاحات، ولكن تسريبات حكومية قالت إن اللقاحات ستصل في الأيام القادمة. لكن القضية أخذت منحاً آخر، إذ كشفت وثيقة رسمية أن وزير الصحة حسن التميمي وجه بإضافة نواب كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر إلى الوجبة الأولى ممن سيتم تطعمهم باللقاح. الأمر الذي أثار استهجان الناشطين والصحفيين والمراقبين ما دفعهم إلى التشكيك بنية الحكومة في توزيع اللقاح على الفقراء، وهو ما سيجعله حكراً على الأحزاب والمسؤولين. وبينما تسجل البلاد ارتفاعاً واضحاً في أعداد الإصابات بالفيروس لتتجاوز حصيلة الوفيات، عتبت 13 ألف حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة يومياً كشفت تقارير مسربة عن تلقي سياسيين وزعماء أحزاب ومسؤولين مع عائلاتهم جرعات اللقاح بشكل سري. ناشطون انتقدوا تداول اللقاح بشكل سري بين النواب وقادة الكتل والأحزاب السياسية بعيداً عن العراقيين ومعاناتهم التي زادتها جائحة كورونا. معتبرين أن الحكومات المتعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الصحي في البلاد، ولا زال الفشل مستمراً. مراقبون قالوا إن لقاح كورونا وصل إلى معظم دول المنطقة إلا العراق، رغم التعاقد على ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جرعة لقاح مع شركة فيزر، متسائلين عن مصير أكثر من ستة وثلاثين مليون مواطن عراقي ينتظرون اللقاحهم وعائلاتهم قبل أن يداهمهم الوباء ويفتك بهم. مفوضية حقوق الإنسان في العراق من جانبها دعت إلى التحقيق بشأن ما أثير في الإعلام عن دخول وجبات من لقاح كورونا إلى البلاد، وخصصت للطبقة السياسية حصراً. عضو المفوضية علي البياتي شدد على وجوب فتح تحقيق حول أخذ زعماء الطبقة السياسية في العراق وعائلاتهم والمقربين منهم جرعات من اللقاح ضد الفيروس وبسرية تامة، مشيراً إلى ضرورة بيان أسباب تأخر حملة التطعيم في البلاد، رغم أن كل دول المنطقة بدأت بالتطعيم منذ عدة أشهر.